يحيى السنوار زعيم حركة حماس ومهندس هجوم السابع من أكتوبر قتل في عملية عسكرية إسرائيلية في حي تل السلطان برفح في قطاع غزة عملية استهدفت ثلاثة مسلحين فوق الأرض تبين أن السنوار كان أحدهم ليسقط الاعتقاد الذي كان سائدا بأن الرجل كان يختبئ في أحد الأنفاق محاطا بأسرى إسرائيليين وفق الرواية الإسرائيلية فإن قوة إسرائيلية رصدت وعن طريق الصدفة ثلاثة مقاتلين من كتائب القسام في أحد المباني خلال عملية روتينية فاشتبكت معهم تحكي الرواية أن الجنود لم يتمكنوا من التفوق بالرصاص فاستعانوا بدبابة دمرت وقتلت المقاتلين الثلاثة عند الكشف صباحا على المكان تضيف الرواية الإسرائيلية اشتبه الجنود بأن إحدى الجثث تشبه قائد حماس إلى حد كبير وبعد تدقيق الجنش الإسرائيلي وإجراء فحوصات الـ DNA نشر الخبر قتل يحيى السنوار وبرفقته مسؤولان كبيران في حركة حماس هما محمود حمدان وهاني حميدان ويبقى سؤال الإسرائيليين إن لم يكن الأسرى درعا للسنوار فأين هم إذن؟ ترجمة نانسي قنقر